اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عدد الكرموسومات التي تحملها طب ده بيحمل كم كرموسوم ده بيحمل كل المادة الورصية بيحمل كل المادة الورصية يعني تو ان يعني لو انا بتكلم على انسان هيكون فيه 46 كرموسوم 46 كرموسوم بقسمهم على حسب انا بتكلم على زاكر ولا انس لو انا بتكلم على زاكر هيكون عبارة عن 44 زاد اكس واي اما لو انا بتكلم على انس هيكون عبارة عن 44 زاد اكس اكس أما الامشاك بتحتوي على نص الماضي الورصي يعني فيها نون أو فيها إن يعني أنا بيكلم هنا على اللواء الإنسان هيكون فيها 23 كروموسوم لو أنا بيكلم على أنس هيكون 22 زائد X لي البيضات أما لو أنا بيكلم على زكر هيكون فيه 22 زائد X أو 22 زائد Y فهنا عدد الكروموسومات من الشكل بعضها هنا فيه 46 لو كان مثال إنسان وهنا فيه كان فيه 23 فإذاً ده غلط ما كان وجوده كروموسومات بكل منهما طب كروموسومات الجسدية لما أقول لك ما كان فيه هتقول لي فين هتقول لي داخل النواة فيه جوال خلية جوال خلية جسدية طب المشيج الكروموسومات بتاعته موجودة فين موجودة برضك داخل مين داخل اللي هو النواة داخل اللي هي الأمشاج اللي هي مزقرة أو الأمشاج المؤنسة فإذاً هما الاتنين مشتركين ووجود اللي هي كروموسومات بكل إيه منهما لأنه من دور على تشابه فإذاً دي لجابة صح عندنا رقم دل التارز الكرموسومي لكل منهما طبعا عندنا هنا التارز الكرموسومي في الخلايا الجسدية بيكون في صورة أزواج كل كرموسوم بيكون على عية اتنينات كل واحد اتنين من رقم واحد لحد رقم 23 أما الأمشاك طبعا بيكون موجود فراضة يعني كل واحد لوحده فإذا هنا برضك التارز الكرموسومي هي غير متشابه فإذا دي كمان منفعش اختراه إبقى كده الصح عندنا رقم جيب كائنين ينتميان لنفس الشعبة ويختلفان في الرد فمن المتوقع وضعهما في نفس أي طرق الجنس ولا النوع ولا الطائفة ولا العائلة لو احنا افتكرنا عندنا كان أول حاجة عندنا اللي هي المملكة أول حاجة المملكة بعد المملكة كان عندنا مين الشعبة بعد الشعبة اللي هي الطائفة بعد الطائفة اللي هي الردبة ثم العائلة بعد كده الجنس وبعد كده النوع هو دلوقتي قال لي ايه قال لي هنا كائنين ينتميين للنفس الشعبة فين الشعبة دي الشعبة عندنا هم يبقى هما الاتنين في نفس الشعبة تمام ويختلفان فين في الردبة مختلفين فين في الردبة هو مين اللي موجود بينهم اللي هو الطائف يبقى نختار على طول من الطائفة اللي هي موجودة بينهم يبقى عندي هنا فمن المتوقع وضعهما في نفس الجنس طبعا غلط النوع غلط عشان عندي الجنس تحته النوع تحت هو بعيد عنهم خالص الطائفة طبعا ده الصحة عندنا عشان ديات موجودة بينهم هم الاتنين بين الشابة وبين الردبة العائلة برضك عندي بعيدة عن اللواء أسفل مين أسفل الردبة فدي كمان غلط يبص صحة رقم مين رقم جي ما التغير الناتج عن اختلاف تتابع بعض نيوكلوتي دات أحد الجينات على جزء اللواء الدينية احنا عارفين ان الجين بيكون عبارة عن تتابع من اللواء النيوكلوتي دات على جزء مين على جزء اللي هو الدينية وطبعا عندنا اللواء الجين بيكون مسؤول عن شفرة لبروتين معين البروتين ده هيؤدي الى ظهور صفة وراثية معينة زي لون العنين لون الشعر نوع الشعر كل دي تناه كل حاجة مسؤول عنها اي جين معين فبقولي هنا لما يتغير اللواء مين اختلاف تتابع اللواء بعد النيوكلوتي دات هيؤدي المين فرقم ألف بول العدد الصبغي للكائن الحي العدد الصبغ لما سألك سؤال هل هو بيتغير في الكائن الحي ما احنا عارفين اصلا موجود في الانسان فيه 46 كروموسوم صح في الخلاق الجسدية هل العدد ده يتغير يبقى 45 مسنع و 46 طبعا لا وبالتالي ده بالنسبة غلط رقم به البروتين مسؤول عن ظهور صفة وراثية معينة ايه رأيكم تماشي معنا طبعا تماشي معنا لان لما يتغير اللي هو التتابع بتاع اللي هو بعض اللي هو النيوكلوتي دات هيؤدي الى تغير مين اللي هي البروتين المسؤول عن ظهور صفة ايه وراثية معينة علشان احنا لسا يلين والله ان البروتين احنا لسا يلين ان الجين عبارة عن تتابع منين من اللي هو النيوكلوتي دات تمام وده بيبقى موجود عالميا على اللي هو الدين ايه وده بيكون مسؤول عن ظهور صفة وراثية معينة علشان هو بيمثل شفرة لبروتين معين رقم جيم الطرز الكروموسومي اللي كان الحي هل شكل الطرز الكروموسومي اللي كان الحيه تغير طبعا لا لان ده متعلق اصلا بمين بالعدد ايه الصبغة بتاع مين كان الحي هل انا بتكلم على خلايا جاسدية ولا بتكلم على خلايا ايه جنسية وبالتالي هنا الطرز الكروموسومي ايه ما بيتغيرش احنا عارفين طبعا الطرز الكروموسومي عبارة عن ترتيب الكروموسومات تنازليا حسب حجمها ثم ترقيمها في اذا ان ده كمان غلط جميع الصفات الوراثية اللي كان حيه هل كلها تتغير طبعا لا ده اللي يتغير معنا صفة وراثية واحدة فقط ليه علشان الجين بيكون مسؤول عن ظهور صفة وراثية واحدة فقط زي قلنا امثلة زي اللي هو لون الشعر تمام لون البشرة كل دي تنازل صفات وراثية مسؤول عنها ايه جين واحد لكل صفة وبالتالي دي كمان غلط يبسح رقم به اي مما يلي يمثل كائن حي غير ذات التغذية يعني لا يستطيع القيام بعملة البنان ضاوي يعني ما عندهش بلسدات خضراء ما عندهش كل رفل ويحتوي على جدار خالوي وفي نفس الوقت عنده ايه جدار خالوي اول حاجة اللي هو الزنبق طبعا ده من اللي هو النباتات زوات الفلقة الوحدة والنبات ده بيكون مغطات البزور يعني عنده جدار خالوي اللي هو بيكلمنا عليه والجدار الخالوي ده بيحتوي على مادة اللي هو السليلوز بس كائن ده ذات التغذية لان عنده كل رفل عنده بلسدات احنا مندور على حاجة ايه غير ذات التغذية ما ينفعش معنا رقم بيه الخميرة الخميرة طبعا بيتبع مين بيتبع مملكة اللي هي الفطريات اللي هي شعبت اللي هي الفطريات اللي هي الزقية عنده جدار ايه خالوي والجدار الخالوي ده بيدخل في تركيبه اللي هو مادة مين اللي هو القيتين وفي نفس الوقت ما عندهش بلسدات يعني الكائن ده غير ذات التغذية في ازن ده اللي جابه صح. رقم جيم. الاسفنج. الاسفنج بيدع اللي هو الشعبة مين اللي هي المساميات. الجسم بتاعه بيكون له اشكال مختلفة زي القرورة او اللي هو الانبوبة. وبيكون مجوف. وعنده كمان جدار مدعم بهيكل من اللي هو الشويكات او الالياف او هما اللي تمها بعض. وعنده كسير من الصقوب والقنوات في جسمه. فعلشان كده بسميه اللي هو الاسفنجيات او بسميها اللي هي المساميات. ما عندهش جدار خلوي. ما نفعش معنا. النسطوك. طبعا ده بيدع مين مملكة اللي هو البدايات. عنده جدار خلوي. الجدار الخلوي ده بيخلو من السلولوز او البكتين. بس عنده هنا مشكلة انه كائن ده ذات التغذية. واحنا ما ندور على مين? على غير ذات التغذية. ذات التغذية لهي عشان عنده بالاستداد ايه خضراء يعني يقدر يقوم بعملية البنات ده اوفي عشان كده ما نفعش نختاره. يبقى كده الصح عندنا رقم به. في تركيح نبات بازلاء الخضر يحمل التركيب الجيني لرقم اتنين. يبقى عندي رقم اتنين ده. ده نبات الاولاني. مع نبات له نفس التركيب الجيني. يعني هما الاتنين زي بعض. طب تعالوا نعرف الاول اللي هو التركيب الجيني الرقم اتنين ده عبارة ايه? طبعا ديت اللي هي الامشاج المؤنسة? وديت اللي هي الامشاج مين ام مزقرة? عرفنا منين? العلامة دي بتاعت مين الزقر? والعلامة دي بتاعت مين بتاعة الانس يبقى دي تسميها مشاجعه ايه مؤنسة ودي تسميها مشاجعه ايه مذكرى احنا دلوقتي هنعمل اندماج بين اللي هو المشيدة والمشيدة ونشوف اللي هيطلع عندي رقم اثنين دي اطر ايه انا عندي هنا ايه وايه سمول وهنا واي سمول يبقى نتين وايه سمول واي cup ويه سمول عندي هنا ايه اس كابت وده اس تسمول كابتل تسمول تعالη نعمل worship منع criticized هذه المسألة شوف هيطلع معنا ايه يبقى نعمل ديت على مسألة كده. ونشوف يا ترى الناتج عندنا ايه? يبقى الاتنين small 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 small. والنبتة التانية زيه. عشان قال لهم الاتنين زي بعض. التانية برضك ايه نفس القصة عندنا? small بالشكل ده. هننزل امشاك بتاعتنا. طبعا هنا الاتنين شكلة بعضنا هناخد واحد منهم يبقى واحد مع ده واحد مع ده. يبقى small capital ده المشيج الاول والمشيج التاني. هنا هنعمل نفس القصة عندنا نفس الامشاك زيادية ده مع ده يبقى small capital small small. بعد كده طبعا ده بنسبانا اللي هو البي ده اللي هو الجي ده اللي هو مين الاف هنطلعه لو جي للأول. اول مع اول يبقى small small capital capital. اول مع تاني small small capital small. التاني مع الاول small small capital small. التاني مع التاني small small الاتنين small. ده اللي النتج عندنا. طيب طلب من ايه? فبقول لي هنا. فمن المحتمل ان بعض الافراد الناتجة زاتة تركيب جينية توطابك يعني شكل. الافراد رقمي كام? هنا بدينا مين رقم مين رقم واحد. هعمل الامشاك ديات مع الامشاك ديات. يبقى عندي كده رقم واحد عبارة مين مع مين ده مع ده. يبقى هبدأ ب capital small capital small. تمام? وبعد كده capital small. ده رقم واحد. بعد كده عندنا رقم اتنين. رقم اتنين احنا لسه عاملين اهو. اللي هو ده. الاتنين small 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 capital small. رقم تلاتة. تلاتة. اه ده مع ده. يبقى عندي capital small capital small. بعد كده capital small. رقم اربعة. اربعة. ده مع ده. الاتنين small capital small. الاتنين small capital small. رقم خمسة. خمسة عندنا. ده مع ده. كل small. كل small. فاحنا دلوقتي عاوزين نشوف اللي نتج عندنا يطر الشكل مين في دول. طيب احنا دلوقتي عندنا هنا نشوف اول واحد كده. هنا فيه عند هنا capital وهنا فيه capital. هل هنا فيه الكلام ده? ها. ده هنا small 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 small. ما فيش capital خالص. فسا ان ده بالنسبة لنا كده رقم واحد مرفوض. يبقى واحد بالنسبة لنا غلط. يبقى اي اتنين. عند اتنين small capital small. اتنين small capital small موجود. فسا ان ده صح بالنسبة لنا. يبقى رقم اتنين معنا. هنجي رقم تلاتة. عند هنا رقم تلاتة بدأ بايه بالcapital. هل هنا فيه وي capital اصلا? مفيش. فسا ان رقم تلاتة بالنسبة لنا غلط. رقم اربعة. الاتنين capital. الاتنين small قصدي. وبعد كده capital small. الاتنين small capital small موجودة معنا. يبقى رقم اربعة موجود معنا. رقم خمسة. كل small موجود قدام يوم. يبقى ده كمان موجود معنا. يبقى الحاجة الوحيدة اللي هي غلط بالنسبة لنا رقم واحد وتلاتة. اي حاجة فيها واحد وتلاتة غلط. واحد وتلاتة غلط. واحد غلط. اربعة صح اصبحت العبارة غلط. تلاتة اللي استقللين غلط. خمسة صح اصبحت العبارة غلط. اتفضل مين? اربعة وخمسة صح? اربعة وخمسة. عندي هما الاتنين موجودين. عندي اربعة اللي هو اتنين سمول كابتة لسمول قدامها. تمام? وعندي اللي هو خمسة كل موجود قدامي هون فإذاً брат صح بالنسبة لنا titled علاجة أعلى رقم مين؟ رقم دير هلimage الكينات الحية التالية تحتوي خلاياها على حاملات أصباغ؟ أول نباتة عندنا اللي قدامنا ده دا عبارة عن نباتة اللي هو الفجير النبات دا طبعاً بيقدم عمين ومملكة مين؟ النبات اللي هي نباتات الوعائية اللي هي الوعائيات وطبعاً دا بيقدم عبر دا اقتائفة مين اللي هي الصرخصيات النباتات دي تنوه بيكون عبارة عن نباتات بسيطة التركيب معظمها بيكون عجبي الولاي المهنة بيكون عبارة عن هيئة اللي هي أشجار أو شغيرات عندها سيكان طبعا عندها أوراق عندها جزور تقدر تقوم بعملات البناء الضوية ليه علشان عندها اللي هي صيبة كولورفيل يعني عندها بلاستادة خضراء بس ما عنداش إيه حاملة أصباب من فعش اخترها رقم بيه ده عبارة عن مين عبارة عن اللي هو تحلب اللي هو الفيوقس وطبعا ده عبارة عن أعشاب بحرية بيتبع لها شعبة اللي هي الطحالب اللي هي البنية الخلايا بتاعته بتحتوي على حاملات مين؟ حاملات أصباب واللونها بيكون بني فعشان كده بيتبع مين الطحالب إيه؟ البنية في إذن ده صح بالنسبة لنا رقم جيم ده الرشيا الرشيا ده بيتبع لها شعبة اللي هي الحززيات وده عبارة عن نبات بيكون منبطح على سطح الأرض وبيكون اللي هو النباتات دي بيكون حجمها صغير اللونها أخضر زي ما احنا شايفين علشان عندها صبغة إيه كلوروفيل وعندها كمان أشباه اللي هي جزور علشان تقدر تثبت النباتة يعني هنا ما عنداش حاملات أصباب رقم ده الرشيا نباتة الصنوبر وده بيتبع لها طائفة اللي هي معارات البزور اللي بيكون هنا معظمة بيكون عبارة عن أشجار الأولاي اللي منها بيكون عبارة عن شجيرات عندها الأوراق بتاعتها بيكون إبارية الشكل بيكون شكلها إيه بسيط عندها صبغة كلوروفيل اللي تقدر تقوم بعملية مين البناء الضوي بس ما عنداش مين حاملات أصباب منفعش اختار يبقى الصح رقم بي ما فصيلة الدم التي يمكن أن تستقبل دم من جميع الفصائل الأخرى لو احنا فاكرين فصائل الدم كان عندنا أربع فصائل أول حاجة اللي هي الأو والإي والبي والإي بي دي أربع فصائل اللي احنا إيه عارفينهم قبل كده كل فصيلة ينفع يدي الفصيلة لواحد زيه يعني إيه يعني البي يدي الواحد زيه بي والأو يدي الواحد زيه والإي يدي الواحد زيه إيه والإي بي يدي الواحد نفس الفصيلة اللي هو إي بي وعندي الأو ده كنت بسميه معطي عام يعني ينفع يدي لكل ينفع يدي الإيه ينفع يدي للبي ينفع يدي المين ليه اللي هو الإي بي فالO ده كنت بسميه اللي هو ايه معطي عام اما الAB كنت بسميه مستقبل عام ينفع ياخد من الكل حتى ينفع ياخد من الB كمان وينفع ياخد ايه من اللي هو الA فعشان كده كنت بسميه مستقبل ايه مستقبل عام تعالوا نشوف في فهم الدين ايه اول حاجة عندي هنا بقول لي فصيلة AB احنا لسا يلين الAB بسميه مستقبل ايه مستقبل عام طب هو مستقبل عام ليه علشان عندهم ولدات الاتصاق اللي هو ال-A وال-B بس في نفس الوقت ما عندوش أجسام مضادة ما عندوش anti-A ولا anti-B ده أول حاجة يبقى ال-A-B ده صح بالنسبة لنا بس المشكلة هنا فيه اللي هو الموجب ديت الموجب ديت طرص صح ولا غلط يعني موجب أصلا الموجب دي معناها R-H موجب يبقى عندي هنا تا الفصيلة A-B وفي نفس الوقت A موجب طيب هل الموجب ده ينفع ياخد من اللي هو الموجب اللي زيه أيوة ينفع طيب ينفع ياخد من السلب أيوة ينفع يبقى ينفع يستقبل من اللي هو ال-R-H موجب وينفع يستقبل من مين من ال-R-H سالب إذن دي اللي جابه صح عندنا رقم B A-B احنا لست قالين صح تمام بس هنا R-H سالب السلب ده ياخد من واحد سلب زيه يعني سالب R-H سالب يد المين ل-R-H سالب بس ماينفعش واحد اله موجة بيد المين اله سالب يبقى عندي هنا ماينفعش طب ماينفعش ليه علشان هيؤدي الى تكوين مين اللي هو اقصام مضادة ليه عامل ريسيوس وبالتالي هنا هتسبب تكسير خلايا الدم الحمر عنده وبالتالي ده بالنسبة لنا غلط إيه اللي خلاها غلط هنا ووجود مين اله سالب خلي بالنا إنما الفصيلة صح هنيجي الرقم جيم احنا لسه إلينا اله ده بسميه ايه معطي عام طب معطي عامل ايه علشان ما عندوش مولدات ارتصاق وفي نفس الوقت عنده اللي هو anti a وanti b يبقى ده غلط بالنسبة لفصيلة طبعا عنده هنا r h موجب ال r h موجب صح هينفع يستابل من r h موجب وينفع يستابل من r h سالب بس هنا اللي غلط عندنا الفصيلة نفسها فأصبحت غلط بالنسبة لنا هنيجي الرقم دال عنده هنا الاتنين غلط عند الفصيلة غلط اللي هي ال o عشان قلنا ده اسمه معطي عامل وفي نفس الوقت كمان ده r h سالب قلنا ال r h سالب ينفع يستابل الدم من r h سالب ما ينفعش يستابل الدم من r h موجب فعشان كده ده اصبح ايه غلط بالنسبة لنا يبقى كده الصح عندنا رقم مين رقم الف اللي ايه بي قلنا بسميه مستقبل عام وعند ال r h موجب ده ينفع ياخد دم من r h موجب وكمان ينفع ياخد دم من r h a سالب الشكلين مقابلين يمثلين نوعين من الكائنات الحية اول حاجة عندنا ديه ده هي عبارة عن الزبابة الزبابة المنزلية وعند الحاجة التانية ده هي عبارة عن اللي هو العنكبوت فبقولي هنا فيه ما يشترك كل من هما يا ترى هما الاتنين مشتركين في ايه رقم الف نوع العيون طب هنا العيون نوع ايه في الزبابة بيكون عندها عيون مركبة اما في العنكبوت بيكون عيون بسيطة فده ما ينفعش معنا احنا ما ندور على التشابهة اللي بنا اشتراك رقم بيه عدد مناطق الجسم طب هنا في مناطق الجسم هنا كام ده هي ثلاث مناطق اللي هي منطقة الرأس ومنطقة الصدر ومنطقة اللي هي البطن يبقى هنا فيه ثلاث مناطق اما بالنسبة لعنكبوت فيه منطقتين بس منطقة الرأس مع الصدر الملتحمين مع بعض فبسميها رأس صدر ومنطقة البطن يبقى رأس صدر وبطن منطقتين بس فإذا ما تنفعش معنا عدد ارجل الماشي طب هنا عنده الزبابة عندها ايه عندها تلات ازواج من الارجل يعني ستة ارجل اما العنكبوت عنده اربع ازواج من الارجل يعني عنده تمن ارجل وبالتالي ده كمان مش مشتركين فيه رقم دال وجود هيكل خارجي هما الاتنين عندهم ايه هيكل خارجي وبيكون هيكل قيتيني وبالتالي ده صح عندنا يبقى ده ايه رقم دال هي الصحة بالنسبة لنا عنده تلقيح سولالتين من بسلة الظهور بسلة الظهور على طول ييجي في دماغي على طول احنا بنتكلم على جينات متكاملة جينات متكاملة كانت ازهار الجيل الاول كلها قرمزية وديت عبارة صفة ايه سائدة فما السبب في ذلك لو احنا فاكرين ان بسلة الظهور دي يعني بتعني بالنسبة لنا جينات متكاملة والمسؤول عن اللي هي توريس اللي هي الصفة دي تنوى اللي هي الصفة السائدة وحتى الصفة متنحية طبعا لو انا بكلم على سائدة لان هنا بيسانع على قرمزي بيتوقف هنا اللي هو ظهور الصفة دي تنوى على وجود جين سائد واحد على الاقل من كلا الزوجين عشان عندي هنا مسؤول عن اللي هي الصفة دي تنوى زوجان من الجينات زوجان من الجينات طيب هنا عشان يكون عندي صفة سائدة لازم على الاقل يكون عندي جين واحد سائدة على الاقل من كلا ايه من كلا اللي هي الزوجين يعني لو احنا عملنا كده على هيئة مسألة سريعة كده لو احنا مثلا عندنا عندنا نبات زي ده اللي هو كابتل كابتل اسمول اسمول طبعا ده ازهار بيضاء ازهار بيضاء مع نبات زي وكده ازهار بيضاء اسمول اسمول بي كابتل بي كابتل ده باردك ازهار بيضاء ده نبات بازلاء اللي هو الظهور وده باردك بازلاء ايه الظهور هننزل هنا نمشاج لاتنين دور شكل بعض لاتنين دور شكل بعض هناخد واحد من هنا واحد من هنا بكابتل اسمول ده المشيج الاول وهنا ناخد واحد من هنا واحد من هنا small capital يبقى يعمل ده مع ده ده اللي هو يطلع لله الجلي الاول يبقى capital small capital small وده مع ده وابدأ بcapital capital small لما اجاب بص كده اللي النتج عندي اللي النتج عندي ده يتعبارا ايه ده 100% نباتات زاتة اظهار ايه بقى قرموزية طب لما اسألك ليه ده بالنسبة لنا اسمه الزوج الاول وده الزوج التاني تعال انقبرها كده شوية يبقى عندها عندنا كده عند زوجان ده الزوج الاول وده الزوج التاني حلو الزوج الاول هنا مكتوب في ايه capital small والزوج التاني في مين capital small هنا شرط هنا عشان يحدث عندي هنا او يكون اللي هي اظهار قرموزية لازم على الاقل يكون في الزوج الاول يكون فيه جين سائد واحد على الاقل فيه واحد ده سائد والزوج الثاني يكون واحد بردق على ايه على الاقل لو اكتر من واحد يعني هما الاثنين ما فيش مشكلة مهم يكون اقل حاجة هنا فيه واحد واقل حاجة هنا يكون ايه فيه واحد لو كله او اثنين ما فيش مشاكل انما قال حاجة كام يكون ايه يكون واحد تعال نشوف الاختيارة اللي عندنا فبقول لي هنا رقم الف اجتماع زوج من الجينات احدهما سائد والاخر متنحي احنا قلنا والله على الاقل يكون فيه جين واحد سائد على الأقل في كلاء الزوجين إذن ده بالنسبة لنا غلط اجتماع جين سائد واحد مع باقي الجينات المتنحية لا متنحية مليش علاقة بها احنا قلنا واحد سائد على الأقل من كلاء الزوجين اجتماع جين سائد من كل زوج من زوجي الجينات يعني واحد من الأولين من الزوج الأول واحد من الزوج الثاني وصح هو ده اللي احنا مندور على ايه بدي الإجابة اجتماع كل الجينات بصورة متنحية طب لو أوداني كل متنح هيطلع على صفة ايه هيطلع على صفة متنحية اللي هي اللون اللون الأبيض للأزهار وإحنا بندور على مين بندور على صفة السعيدة اللي هي اللون ايه كرموزي في أصبح ده بالنسبة لنا غرط يبقى كده الصح عندنا رقم مين أي الكيانات الحية التالية يتنافس بطريقتين مختلفتين خلال دورة حياته أول حاجة عندنا طبعا دي تسمى سمكة ايه سمكة الراي السمكة دي طبعا بتتنافس بطريقة واحدة بس عن طريق مين الخياشيم فإزان ده ما تنفعش معنا رقم B البر مائيات اللي هي الضفضعة طبعا دي تنافيها طوران أول حاجة اللي هي الأطور الجنينية بتتنافس بالخياشيم علشان بتعيش في الماء أما اللي هي الأطور اللي هي اللي هي الρείفع اللي هي البالغة بتاعتها يعني هتتنافس اللي هو الهواء الجوية عن طريق مين عن طريق cheapest عن طريق جلد لأنها بتعيش عليها بس فيزن دي صح بالنسبة لنا كده رقم جيم ايه اللي قدامنا ده ده عبارة عن السحلية والسحلية بتاتبع مين طائفة الزواحف والزواحف بتتنفس الهواء الجوي عن طريق مين عن طريق رياتين ما تنفحش معنا ايه اللي قدامنا ده ده عبارة عن الدولفن والدولفن بيتبع مين طائفة مين الساديات ردبة اللي هي الحوتيات وده بيتنفس مين اللي هو الهواء الجوي برغم ان هو بعيش في الميا عن طريق مين عن طريق رائتين في ذن ده كمان غلط إذا علمت أن صفة المهقة هي صفة مندلية تتميز بغياب صبغة الميلانين من الجلد الصبغة ديت هناخدها السنة الجاية إن شاء الله موجودة في طبقة الجلد طبقة الجلد بيسمها لطبقتين حاجة اسمها طبقة البشرة وحاجة اسمها طبقة الأدمة طبقة البشرة بيسمها لطبقتين طبقة سطحية وطبقة داخلية هي موجودة في الطبقة الداخلية لبشرة الجلد ودي مسؤولة عن اللي هي لون البشرة بتاع الإنسان بغياب صبغة الميلانين من الجلد والشعر والعيون وهي صفة متنحية يبقى الصفة دي صفة هي متنحية فما احتمال إنجاب أطفال طبيعية من تزاوج رجل وامرأة كلا هما هما الاتنين يغيب عنهما صبغة الميلانين يغيب يعني ما عندهمش صبغة الميلانين معلن كده الرجل هيكون عبارة عن إسمول إسمول لأن هما الاتنين متنحيين وقال المسؤولة عنها صفة إيه هي صفة إيه متنحية خالي بيننا والونس عندنا إسمول إسمول لما ناخد الأمشاك كده الاتنين شكل بعضا ناخد واحد من هنا الاتنين شكل بعضا ناخد واحد من هنا هيطلع للجيل الأول كله إسمول إسمول ده إيه ده ده كله طلال هنا إيه كله طلالي عنده صفة المهقة عنده غياب مين اللي هو إيه الغياب اللي هو صبغة مين الميلانين يبقى نسبة 100% المية عنده ايه صفة مين اللي هي ايه؟ المهقة. طيب هو طلب من goes فما احتمال انجاب اطفال ايه؟ طابعية عواز مين الطبيعي اللي ما عندهش مشكلة دية ما عندهش المرض ده طبعا مفيش حد وبالتالي نختار مين اللي هي سفر يعني اللي جاب رقم مين رقم الف انما طبعا خمسين في المية خمسة سبعين في المية مية في المية كل ده غلب بالنسبة لنا علشان كله طلع مية في المية عنده صفة ايه مهقة من الطبيعي مفيش حد طبيعي لان كل ده عنده غياب سبغمين الميلانين اذا علمت ان سين وصاد وعين تمثل سلاسة شعب للديدان ومعيشتها حيث سين معظمة حر وصاد بعضها متطفل وعين معظمها متطفل فاي مما يلي يعتبر مثالا لكل شعبه اول حاجة عندنا اللي هو مين سين سين هنا قال لي ايه قال لي معظمة ايه حر المعيشة طيب لو احنا فاكرين شعبة الديدان الحلقية زي اللي هي دودة اللي هي العلق الطبي دودة العلق الطبي فديت صح بتتبع مين بتتبع والله شعبة الديدان الحلقية فدي صح معنا وكمان اللي هي دودة الارض فدي برده كمان صح طبعا اللي هي الحاجات ديتنا كان بتعيش حرة ايه حرة اللي هي المعيشة تمام في اللي هي مياه اللي هي البحار او المياه العزبة او حتى الطربة الطينية والقليل منها بيه يتطفل ايه خارجيا فإذا كده رقم ألف كده بالنسبة لنا هتكون غلط دي بالنسبة لنا كده غلط خلاص ودي كمان غلط بالنسبة لنا تمام هنكمل كده يبقى عندنا هنا لأن هنا دودة اللي هي البننارية ديتنا بتتبع مين بتتبع اللي هي شعبة اللي هي دي دهنا مفلطحة خليبانا ودي معظمها بيعيش متطفل والقليل منها اللي هو حر المعيشة فعشان كده قلنا عليها ايه قلنا عليها غلط فكده رقم بيه ورقم جيمي ايه صح بالنسبة لنا طب رقم ده ديت دودة مين اللي هي ايه الفلاريا طبعا دي هي كمان غلط غلط ليه علشان دي بتتبع اللي هي ديدان مين الاسطوانية وهنا في بعضها بيعيش ايه حر اللي هو ايه المعيشة والبعض التاني ايه بيتطفل على الانسان والنبات والحيوان هنيجي بعد كده عندنا صاد صاد هنا قال لي ايه قال لي هنا بعضها ايه متطفل بعضها متطفل معنا كده ان احنا منتكلم على مين على شعبة اللي هي الديدان الاسطوانية في بعضها بيعيش حر المعيشة في المياه او طين وفي بعضها ايه يتطفل على الانسان والحيوان والنبات طب زي مين زي اللي هي دودة اللي هي الفلاريا يبدي صح معنا وكمان اللي هي زي دودة الاسكارس هو طبعا ايه مش مدان هنا يبقى عندي كده احنا شغالين صحف مين كده في اللي هي رقم مين رقم جيم اصبح دلوقتي عندنا كده رقم بيه كمان غلب بالنسبة يبقى كده الاجابة رقم مين كده رقم جيم تعالي نتأكد هنيجي بعد كده عندنا اللي هو مين اللي هو عين اللي عين هنا معظمها ايه متطفل طب اللي معظمها متطفل اللي هي مين شعبة اللي هي الديدانة المفلطحة شعبة الديدانة المفلطحة زي اللي هي دودة اللي هي البلاناريا وكمان دودة اللي هي مين اللي هي البلهريسيا يبقى عندي اللي هي بلناريا وبالهريسيا وكمان اللي هي الدودة الشرطية في إذن دي كمان صحي إيه معنا فأصبح كده الإجابة الصحية رقم مين رقم جيم زي ما احنا اخترناها يبقى الإجابة رقم جيم أي مما يلي يمثل نسبة أفراد النسل الناتج من تهجين زكر دروسوفيلة أحمر العيون يبقى عندنا الزكر اللي هو XY XY اللي أحمر العيون يعني R capital ده زكر أحمر العيون مع أنسى دروسوفيلة بيضاء العيون أنسى اللي هي XX بيضاء العيون يعني R small يبقى دي أنسى بيضاء العيون تعالى نكملها كده عليها مسألة هننزل الأمشاك بتاعتنا يبقى G الاتنين مختلفين هننزلوهم هم الاتنين ده المشيج الأول المشيج الثاني Y هنا الاتنين شكله بعض هنأخذ واحد منهم بعد كده عندنا اللي هو الجليل اللي هينتج عندنا ده معدى يبقى X X R capital R main R small ده معدى XY R main R small لما سألك كده ده زكر والأنسى تقول زكر حلو ها عيونه ايه؟ بيضاء والحمراء طبعا ايه؟ عيونه ايه؟ اللي هي بيضاء طب هنا ده عبارة عن أنسى حمراء العيون هاجين تعالى نطلع النساء ده نسبته كام؟ ده نسبته واحد؟ وده نسبته كام واحد؟ يعني 50% و50% تعالى بقى نشوفهم الدين ايه؟ فبول رقم ألف 25% زكور بيضاء و25% ايه ناس مش لازم نكمل مفيش 25 أصلا ورقم به 50% زكور بيضاء العيون الزكور احنا قلنا 50% فعلا بيضاء العيون تمام؟ و50% ايه ناس حمراء العيون بس بول ناقية هل ده عيون ناقية؟ هل اتنين هنا أركاب تل؟ طبعا لا فمنفعش اختار ديد رقم جيم 50% زكور بيضاء العيون صح و50% ايه ناس حمراء العيون هاجين ايه وهي ده اللي احنا عوزينها احمر هاجين قدام يوم احمر ايه؟ هاجين فده الصحة كده بالنسبة لنا رقم مين؟ رقم جيم رقم دال 25% زكور بيضاء 25% مفيش 25% عندنا أصلا واصبحت غلط فكده الإجابة على طول رقم مين؟ رقم جيم مواجه الاختلاف بين الحمام والخفاش اول حاجة عندنا كده الاتزان الحراري احنا بننور على ايه اختلاف خليبنا الاتزان الحراري والله هما الاتنين طبعا ده بيتباع الوقت طيور وده بيتباع مين الساديات وهم الاتنين من الحيوانات زواتة الدم الحار يعني هنا درجة حرارتهم هنا لا تتأثر بالوسط اللي هو الخارجي إلا قليل جدا لأنهم بيستمدوا الطاقة من الغذاء تمام؟ فبالتالي ده ما ينفعش معنا رقم بيه؟ تحور الأطراف الأمامية طب عندنا الحمام الأطراف الأمامية متحورة فيه على عية ايه؟ أجنحة عشان يساعدوا على الطيران طب الخفاش بردك الأطراف الأمامية عنده متحورة على عية ايه؟ أجنحة وعنده هنا حصل عملية استطالة للأصابع من رقم 2 للرقم 5 وفي نفس الوقت الجلد بتاع الجسم بدأ يمتد من اللي هي الأصابع من 2 اللي كان لخمسة فإذن ده كمان هم اللي فيهم تحور فما ينفعش اختار دي رقم جيم طريقة التنفس طب هنا اللي هو الحمام بتنفس عن طريق مين؟ ده بتنفس عن طريق اللي هو هو الهواي الجو عن طريق رئاتين والخفاش نفس القصة عندنا بردك بتنفس اللي هو الهواي الجو عن طريق مين عن طريق اللي هو رئاتين ما ينفعش اختار ده رقم دال الطائفة المنتمئان لها طب عندنا الحمام بيتبع طائفة مين؟ طائفة الطيور طب القفاش بيتبع مين؟ طائفة الساديات هل هكده الاتنين شكل بعض طبعا لا وبالتالي ده يواجه اختلافي بل جاب رقمين رقم دال بالاستعانة بالرموز الموضحة بالجدول المقابل اكتب نوع فصيلة الدم وعامل الروسيوس في عيانتين الدم التاليتين اول حاجة عندنا كده اللي هي العيانة رقم الف دي عبارة عن قرية الدم حمراء ودي عبارة عن بلازمة دم عندنا قرية الدم الحمراء عليها مربعات حمراء زي ما احنا شايفين لما اجاب بص كده المفتاح لهم الدوني مربعات الحمراء دي عبارة عن مين عبارة عن مولد التصاق بي واحنا عارفين إن موالد الاتصاق B موجود في الفصيلة اللي هي B طيب دي أول حاجة تعال بص على البلازمة كده إيه اللي موجود فيها الأشكال ديت تمام الأشكال ديت اللي هين هي قدامها ده عبر عن من عبارة عن جسم مضاد إيه لو أنت إيه طيب دي موجودة فين برضك موجودة في الفصيلة B يبقى اللي قدامنا ديت عبارة عن الفصيلة اللي هي B لما اجاب بص كده عندي هنا هل قرات الدم الحمرة عليها اللي هو مولد ارتصاق اللي هو RH هل عليها الدورية اللي هي الحمرة ديت طبعا مش موجودة وبالتالي ده الفصيلة بيه هكون RH سالب RH سالب يعني ممكن نكتب عليها سالب بس كده السالب دي معناها انها هي RH سالب تعال نشوفي تانية كده العين اللي هي رقم بيها هنا ديت عبارة عن قرات الدم الحمرة عليها هنا المسلسات اللي هي قدامنا ديت المسلسات الحمرة دي عبارة عن مين عبارة عن مولد ارتصاق ايه مولد ارتصاق ايه وطبعا ده موجود فين في الفصيلة ايه عند هنا البلازمة موجود فيها اللي هي الاجسام اللي هي قدامنا ديت اللي هي جسم مضاد بي يبدأ ديت عبارة عن الاجسام المضادة اللي هي بي اللي هي انتي بي معنى كده اللي قدامنا دي عبارة عن مين عبارة عن اللي هي الفصيلة الفصيلة اللي هي A تمام طيب لما اجاب بص كده لها كمان في دوائر حمرة تانية الدوائر الحمرة اللي هي مين اللي هي مولد ارتصاق R H معنى كده اللي قدامنا دي عبارة عن A موجب او بسميها R H موجب عارفنا منين نتيجة وجود مين اللي هي مولدات ارتصاق اللي هو R A R H احنا عارفين طبعا ان مولدات ارتصاق اللي هو R H ديتنا موجودة برضك على مين على سطح مين اللي هي خلايا الدم الحمرة يبقى عندي ديت بي سالب وديت عبارة A موجب جميع الحيوانات المائية تتنفس بالخياشيم ما مدى صحة العبارة مع التفسير هلك اللي هي صحة ولا غلط طبعا غلط اقول له عبارة خاطئة عبارة خاطئة ناخد امثلة كده عندنا مثلا اللي هو التمسح التمسح ده بيعيش في المية يعيش في الماء طب يتنفس ايه ويتنفس الهواء الجوي عن طريق الرئتين ناخد مثال كمان عندنا مثلا اللي هو الحوت الحوت تمام وعندنا اللي هو الدولفن اللي اتنين دولي بيعيشوا فين تعيش أو يعيش في الماء ويتنفس الهواء الجوي عن طريق الرئتين يبقى مش معنى كل كينات عايشة في المية تتنافس عن طريق مين عن طريق اللي هي الخيشين خدنا مثلا زي التمسح وزي الحوت وزي الدولفن يوربكم فهمنا متنسناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طار وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمة وبتوفير لجميع رب العالمين وسلام عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر